العشوبة رقم 46 أكيد شفاء رقم 46 مع داني أنتوان لهراوي داني أهلا وسهلا فيك أرهبا كيفكم نشكر الله داني شو سر معك أنت وكيف تم الشفاء بشفاءة القديش شربة أنا بسنة 2012 بلشت عاني بوجع ورفلو كتير قوي بمعتة يعني الماء ما قدر أشرب وعطول ما زعوج وشو ما أكل وراها في يا كريزة معدي يا وجع يعني حياة كليا ما بتنحمل من كل شيء أكل ما تكتأكل أكيد ما خلت حكيم وكاذا حكيم وبروفيسوري كبار وعملت تنظرين وطلع فيه بوليب وطلع فيه فتا ووسيد يعني أشياء كثيرة أنا ما عتتفهم شو وصلت يعني لوقت أنه خلاص يقصت وعيش على الدواء وكل يوم بس قوم الصباح بدي أخد حبة الدواء وإيام عاشية ومع الدواء وبحس بأزعاج في نهار أكيد صرت عطول أقرأ أنا عم بقرأ بقرأ أنه عجيب عم بتصير بكل العالم السلام على اسمه مرشاربيل كنت أتساءل أنا أقول أنه طيب ما أنا واحد من هالعالم قس يمكن أنا إيماني منه كتير قوي بركي ميشين هيك قمت تلتله بليلة السلام على اسمه مرشاربيل إذا ما زبوط عبتش في هالعالم يلي أنا عبشوفها وعم بيكون عندي شك شفيني أنا عم بتضيق من هالحبة اللي عم بيخدها وعارف أنه ما في ما ممكن وقف ولا نهار قدرت وقفت العلاج وبالفعل نفس الليلة بحلم بنومي شي مزعج كتير أنه بإيدي طلع لي تمور كبيرة وأنا سرت شيلة ونظفها شلتها وبقى فيه بإيدي جورة زرقة مبين العروق والعظمة وراحت على المستشفى أكيد هذا شيء بالحلم بالحلم رحت على المستشفى بلشت إركض بس إنه قطبول إيها صاروا يطلع فيها الحكم ويقولوا لي هاي دي ما بتتقطب بالعمل لك إيها هو يقطبها هاي دي شيء غريب وعيد من من نوم موجوع كتير بإيدي وما تذكرت أني أنا مصالة أو أنا طالب شيء أمت لغير عادة لأول مرة بنسى أخد الحبة أنا بقوم الحبة تبقى حتى أختي أول شيء بدي أخدها وعطوا لي بقى عندي ستوك دواء قول إذا صار شيء ونقطع الدواء بموت بدي الحبة رحت على شغلة هيدا لنهار بزيت أكلت أكل كتير بيقز المعدة من دون انتباه ما حسيت بشيء بعدين ستتذكر أنا أخد الدواء يا ملاء نطرت لرجعت على البيت رجعت على البيت ليتمنى أخد الدواء ضل إيماني لهون منوعة يركز رحت على كوفي شوب خدت قهوة كبيرة اللي هي أكتشي مأزية للمعدة كمان شربتها وجيت على البيت قلت أنا سلام عا اسمه شافاني ومن وقتها لهلأ عم نحكي يعني لصة من تموز لهلأ ولا حبي الدواء معت شفيت وماني بحاجة بقى بقلولي رجع روح عمول نظور ماني بحاجة أقوم شي أنا شفيت شفيت سلام عا اسمه القديس شاربي عارف أنا أنه شلي من إيدي نعم وهي العليم اللي كنت طلبت إجتك من إيدي أنا كانت تقول أنه أنا مثل توما بس كنت عطول تقرأ بقرأ بالإنجيل كنت وابقامين بس أنه ما مش هالإيمان القوي كانت يقول اطلبوا تجدوا بس كنت تبقوا إيمانكم قوي فأنا لقيت أنه مظبوط بالإيمان القوي عن جد شافاني يعني ولا ممكن دان هكي يمكن سؤال شوي عميق روحيا يمكن أنت اليوم شخص ما قبل الشفاء كنت غير مؤمن أو غير ممكن مش مؤمن عندك لكن غير جدي عندك شك واليوم بعد الشفاء صرت إنسان آخر كيف أهمية الشفاء الروحي اللي هيك حصلت عليه قبل ممكن شفاء الجسدي اللي عطاك يا ربنا بشفاء دي الشربي في شغل مهم كتير بدنا نعترف أنه بالأرض في شر وفي خير والخير هو بيتمثل بالإدسين ويسوع أنا قبل ما شفيت كنت ضل قول إنه يمكن فيه ويمكن ما فيه بس هلأ عن جد صرت مأكد إنه اللي صار معي شي مش معقول كانوا يخبروني أنا إنه بصير عجيب وكذا والإخبار طبعا أنا صارت معي هلأ أنا أكيد تغيرت حياتي كتير بناحية الإيمان ونحية الالتزام بالإيمان وهلأ صرت بصلي بقاله يا رب اختارني لأنه أنا كنت بمطرح ما شوي أتي يعني نعلماني أكتر من واليوم رجعت للإيمان شفتوا للناس هل عندهم شك اليوم بوجود ربنا بشافيعة القديسين وغيره أنا بقاله نصلوا أول شي زوروا المزارات الكنيس صلوا وطلبوا من قلب تجدوا اطلبوا تجدوا شكرا لك داني وإن شاء الله داني تبقى بنعم السماء بشافية القديسين بحالة جديدة الإيمانية الصدفية تكمل فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر